اضطروا افواهكم الصلاة على محمد وآل محمد لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون صلى الله وسلم عليك يا أبا عبد الله وعلى جدك وأبيك وأمك وأخيك والتسعة المعصومين بنيك فاز من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة يا رحمة الله الواسعة هبني صبوت فمن يعيد غوانيا يحسب نبازي المشيء بغرابة قد كان يهديهن ليل شبيبتي فضللنا حين رأينا فيه شهابا والغيد مثل النجم يطلع في الدجا فإذا تبلج ضوء صبح غابا لا يبعدن وإن تغير مألفون بالجمع كان يؤلف الأحباب ولقد وقفت فما وقفنا مدامعي في دار زينب في دار زينب بل وقفنا بل وكفنا رباب يا فذكرت حين رأيتها مهجورة فيها الغراب يردد التنعاب أبيات آل محمد لما سر عنها ابن فاطمة فعدنا يا بابا اللقوا وضضعون من المدينة وسافر أحسين خايف من خلف محمد وامو الابن وحالة محمد يا خلق تشجي الأعادي أولي ولا يلام على ذلك معذور محمد حيث يفارق الحسين ونور الحسين وحالة محمد يا خلق تشجي الأعادي مشقوق جيبة ويلطم الهام وينادي يا حسين لجسوق الضعين ذايب فا وكل ما يسلون يصفج راح الحليد من الوجد نشفت دمعت وكل ما نهضط وكل ما يسلون جذب وانا توصى أنا لحد يسليني ترى من الأخور كلكم تدرون بمصاب يام سلمي هل يسوقون الضعاين النشاء يلبي ما هو باني عليهم بالسلام ليش يا محمد قال خايف يرد الضعاين بس نسوية يا حسين ريض بالضعاين يا قرة العين يا قرة العين إلا يحسين سلطان البلد الأعزاء الله هذا الطور القديم هذا الطور آباءنا وأجدادنا الله يقول يا حسين يا حسين سلطان البلد لا أعزم لا أعزم لا أعزم شيء تطلع الناس تشيع وتسريج 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 على الخير وانت يا سلطان المدينة تطلع بلد يا حسين ريض بالضعاين يا قرة العين ولكن الأمر لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها لأجل سلامة إمامنا بقية الله الأعظم صاحب العصر والزمان وإمام الإنس والجان أجل الله تعالى فرجه الشريف ولتعجيل فرجه الشريف أرفعوا أصواتكم بالصلاة على محمد وآل محمد بقية الله للذي بقية الله للذي من أروع الدروس التي تستفاد من واقعة الحسين درس الطموح والنجاح السعي للنجاح وامتلاك الطموح يؤد مفتاحا من مفاتيح الحياة الطيبة الإنسان الذي يمتلك الطموح ويسعى إلى النجاح ويوفر عوامل النجاح يصل إلى الحياة الطيبة طبعا هناك عوامل للنجاح وهناك موانع سوف أتحدث عن أربعة من العوامل المهمة جدا للنجاح في الحياة لأن الإنسان يطلب النجاح الطالب في المدرسة الطالب في الجامعة يطمح في النجاح التاجر في تجارته يتطلع إلى النجاح الزوج أو الزوجة في الحياة الزوجية يتطلعان إلى حياة حياة زوجية سعيدة ناجحة ولكن ليس كل من تمنى النجاح حصل عليه بل ليس كل من سعى للوصول إلى النجاح وصح لأن للنجاح عوامل وأسباب علماء النفس علماء التربية تعرضوا إلى عدد من هذه الأسباب والعوامل وذكروا أسباب كثيرة وقفت على ما يقارب 21 أو 22 سبب يذكره بعض علماء النفس للنجاح في الحياة هذه الأسباب جميعا تندرج في أربعة أسباب رئيسية بشكل أو بآخر ذكرها الإمام الصادق سلام الله عليه في ريوح الإمام لخص لنا عوامل النجاح في أربعة رواية جدا جميلة يقول سلام الله عليه ما كل من نوى شيئا قدر عليه ولا كل من قدر على شيء وفق له ولا كل من وفق لشيء أصابه أو أصاب له فإذا اجتمعت النية والقدرة والتوفيق والإصابة فهنالك تمت السعادة بيان رائع جدا أول العوامل التي يذكرها الإمام سلام الله عليه في هذه الرواية هي النية حسن النية الإنسان الإنسان الطامح للوصول إلى النجاح الحقيقي عليه أن يحسن نيته أولا الخطوة الأولى هي حسن أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول عود نفسك حسن النية وجميل المقصد تدرك في مباغيك النجاح مباغيك يعني ما تبغي تحقيقه ما تريد تحقيقه ويقول أيضا في حديث آخر بحسن النيات تدرك المطامق إذن هذا المؤمن الطامح للنجاح طبعا في أي مجال من مجالات الآن أنا ما أتحدث فقط عن مجالات مجالات مادية لا حتى المجال المعنو في العلاقة مع الله عز وجل في مضمار العبادة في مضمار الطاعر إذا أردت النجاح فأحسن النية هذه الخطوة الأولى حسن النية العامل الثاني القدرة وهذا عامل واضح جدا لأن الإنسان إذا لم يراعي قدراته ما ممكن أن يصل إلى المبتغر واحد مثلا يضع نصب عينيه هدف يريد تحقيقه لكن حينما ننظر إلى قدرات هذا الإنسان نجدها متواضعة ما ممكن أن يصل بواسطتها إلى ذلك الهدف القدرة تعني القدرة بمعناها الواسطة القدرة البدنية القدرة الفكرية القدرة المالية القدرة النفسية أشاء الله من مجالات القدرة واحد مثلا يضع له هدف هذا الهدف لكي يصل إليه يتطلب وجود رأس مال كبير جدا إذا نجيه لواقع هذا الإنسان نشوف هذا الإنسان فقير معدم اصطلحنا من التف ما ممكن أن يصل إلى هذا الهدف لابد أن يراعي الإنسان قدرات استعداداته وبن البشر يتفاوتون في القدرات والاستعدادات قد تجد إنسان مثلا متواضع في قدرته الفكرية لكن في قدرة البدنية لا يتمتع ببسطة في الجسم ويتمتع أو في قدرة المهارية عند مهارة تشايف البعض مثلا تريد يدرس ما يفلح في الدراسة لكن خليه يتخصص في مجال عملي أشوف يبدأ وبالعكس أحيانا نجي إلى الشاب هذا الشاب إذا تريد منه يتخص في مجال عملي ما يفلح لكن خليه يدرس شوف لا يصل إلى مراتب عالية جدا هناك هناك قدرات هناك استعدادات من يريد النجاح عليه أن يشخص هذه القدرات هذه الاستعدادات ويبني أهدافه ويرسم خططه وفق هذه الاستعدادات طبعا الإنسان لا بد أن يكون عنده طموح لا بد أن يكون عنده طموح آل لكن خلي يملك مفاتيح الوصول إلى ذلك الهدف أو إلى ما يطمح إذن قد يكون الإنسان حسن ولكن لا يصل إلى مبتغا لماذا لأنه لا يملك القدر هذا العامل الثالث العامل الثالث التوفيق التوفيق مهم جدا قد يمتلك الإنسان حسن النية والقدر كذلك ولكنه لا يصل إلى النجاح لماذا لأنه يفتقر إلى التوفيق التوفيق عامل غيبي التوفيق مو بيد الإنسان متى ما شاءه يسحبه لنفسه لا التوفيق بيد الله عز وجل شوفوا القرآن يحكي عن هذا العبد الصالح سلام الله عليهم ماذا يقول يقول وما توفيقي إلا بالله حصر أبناء اللغة العربية تعرفون أساليب الحصر وما توفيقي شوفناه واستثناء من أساليب الحصر كما هو وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب فهذا الإنسان يحتاج إلى التوفيق في حياته إذا يفتقد التوفيق لا يصل إلى النجاح عنده حسن نية وعنده قدرة لكن ما تكفر لا بد من التوفيق هذا العامل مهم وترى هذا العامل يبين ضعف الإنسان وفقر الإنسان يعني الإنسان أحيانا يطغى إذا تصور أنه يمتلك القدرة عنده قدرة فكرية عنده قدرة مالية عنده قدرة بدنية يتصور أنه قادر على تحقيق ما يشهر مسكين إن الإنسان ليطغى الرآه استغى قارون متصور أنه يمتلك العيل ويمتلك المال ويمتلك القدرة لكن بعد ذلك كل هذه القدرة الوهمية تلاشت فأحيانا الإنسان يمتلك حسن النية يمتلك القدرة ولكنه لا يصل إلى المجهة أعطيك شاهد من واقعتك نتحدث بعيد عن واقعتك الحسين سلام الله عليه لما خرج من مكة كتب رسائل إلى أفراد متعددين كتب رسائل إلى وجهاء البصرة الآن عدد هؤلاء كم يختلفون الطبري يقول خمسة فقط غيره يقولون لا أكثر من خمسة وهم أكثر من خمسة نعم أهل الأخماس أرباب الأخماس هم خمسة وهذه مسألة هامشية ليست من أفراد بعث إليهم برسائل يدعوهم لنصرته الأحنف بن قيس مالك بن مسمع البكري أمر بن معمار مسعود بن أمر وغيرها يزيد النهشلي يزيد بن مسعود النهشلي هذا هو وجهاء البصرة بعث إليهم الحسين برسائل يدعوهم فيها لنصرته كل هؤلاء تخاذلوا إلا واحد واحد وهو يزيد النهشلي الأحنف بن قيس تعلمون ماذا صنع موقف جدا مخجن كتب إلى الحسين سلام الله عليه يأمره بالصبر يأمر الحسين بالصبر ولا يستخفدنك الذين لا يوقنون فاصبر إن وعد الله حق كأنما الحسين طالب مننا النصيح لو كان يخجل شوي عجيب هذا على كل حق والرجل ترى إلى مواقف زين وكريمة مع الإمام أمير المؤمنين في صفي لكن بعد هذه الحياة فواحد ما التفت إلى نفسه ويراقب هذه النفس ويجاهد هذه النفس قد يسقط وخيف هذا المسير يسأل الله حسن الخاتمات نعم هذا اعتذر للحسين بهذا العذر البقية ما كلفوا أنفسهم حتى يردون على الحسين بل بعضهم سلم رسول الحسين إلى بن زياد هذا اللي جاء برسالة الحسين سليمان بن الرزين رضوان الله تعالى عليه سلمهم المنذر بن الجاروت سلمهم إلى ابن زياد وصلبه ابن زياد عشية خروجه من البصر متوجها إلى الكوه رحمة الله سليمان بن الرزين يزيد النهش لي هذا الرجل جمع أفراد قبيلته بنيتين وبني سعد وخطب فيهم خطبة رائعة جدا ذكرتها بعض المصادر التاريخية وأنصافا الرجل يرى إمامة الإمام الحسين الخاص مهي الإمام السياسية لأسف هناك شريحة واسعة كانت ترى الإمام الحسين إمام سياسي قائد سياسي ما كانت تعتقد بإمامة بأنه منصب من قبل الله عز وجل يتصف بالصفات الخاصة للإمام التي نحن نقول بها إنصافا هذا الرجل كان يعتقد بإمامة الإمام الحسين بالمعنى الخاص لذي نحن نعتقد لأنه في بعض العبارات في خطبته المذكورة يشير فيها إلى بعض خصال الحسين وخصائص الحسين واضح جدا من هذه العبارات أن الرجل يعتقد بالإمامة بالمعنى الخاص هذا الرجل دعاهم لنصرة الحسين سلام الله فأبدوا الاستعداد لنصرة الحسين فكتب إلى الحسين كتب إلى الحسين أنه على استعداد ومن معه لنصرته فقط يريد إجازة الرواة المؤرقون يقولون الرسالة وصلت إلى الحسين يوم عاشور متأخر وصلت للحسين سلام الله عليه يوم عاشور فتحها الحسين قرأها ثم رفع يده الشريف إلى السماء ودعا ليزيد للنهش لي قال اللهم آمنه يوم الفزع الأكبر مضى الحسين شهيد وصل الخبر إلى يزيد النهش فأصيب بحزن شديد أخذ يبكي بكاء الثكلة متأسف سعادة هذه السعادة كان ينتظرها ولكنه لم يصل إليها هذا شاهد يزيد النهش لي كان حسن النين يزيد النهش لي كانت عند القدرة كان مهي نفس أصلا ينتظر فقط جواب الحسين حتى يتوجه لم لكنه لم يوفق لأسباب طبعا الله أعلم بهذه الأسباب فالرجل إذن يمتلك حسن النين ويمتلك القدرة ولكنه يفتقد إلى التوفيق العامل الثالث إذن هو التوفيق كن نسأل الله عز وجل دائما أن يوفق في تربية أولادك اسأل الله عز وجل أن يوفق لا تعتمد على قدراتك لا تعتمد على ما عندك من علم ومعرفة ولا تعتمد على قدرتك لا يكن تطلب من الله عز وجل أن يوفقك في تربية الأبناء العامل الرابع الإصابة وهي الظفر بالمطلوب تحقيق أن يصيب قد يقول قائل إذا اجتمعت النية واجتمعت القدرة واجتمعت توفيق أي ثلاثة ألا يكفي ذلك خب واحد حسن النية وعنده قدرة وموفق حتما رح يصيب حتما سيصيب النجاح فلماذا إذن ذكر الإصابة الجواب ليس بالضرورة من يمتلك الثلاثة لحسن النية والقدرة والتوفيق أن يصيب مشرط قد يمتلك حسن النية وقد يمتلك كذلك القدرة وقد يمتلك التوفيق ولكنه لا يحق قد تسأل كيف أعطيك أيضا شاهد من ثورة الفساكس لعلكم سمعتم بهذا الاسم الضحاك بن عبد الله المشرق الضحاك جاء هو ومالك بن النظر الأرحب ويبدو أن الحسن نزل في كربلا يقولان جئنا وسلمنا عليه وتذممنا منه يعني نعرف ما له من حق في ذمتنا فقال لنا ما يمنعكما من نصرتي فقال مالك بن النظر الأرحب يا ابن رسول الله إن علي يدين ولي عيال سكت عنه الحسين هو بعد مضى ترك الحسين الضحاك قال يا ابن رسول الله إن لي عيال وعلي يدين ولكن أقاتل معك ما دام قتالي ينفعك فإذا رأيت دائرة الحرب قد دارت عليك فاجعلني في حل منه يعني ما دام قتالي ينفعك أنا رح أقاتل معك أما إذا وجد أن قتالي لا ينفعك فاجعلني في حل منه حسين قبيلة بالشرط التحق الضحاك بركب الحسين سلام الله وبقى مع أصحاب الحسين ليلة عاشورة يوم عاشورة أصبح الصباح حمل أصحاب الحسين الحملة الأولى شارك معهم في الحملة الأولى وأبلا بلاء حسن في الحملة الثاني هم كذلك شارك الرجل مع أصحاب الحسين أخذ يقاتل إلى الموفق وفق أم لا وفق لكن لما قتل جميع أصحاب الحسين سلام الله عليه جاء الرجل إلى الحسين يا ابن رسول الله على الوعد قال نعم ولكن كيف ستنجو بنفسك كيف تنجو بنفسك لأن الجيش جيش بن سعد طوق المخي شلون راح تنجو قال لا عليك يا ابن رسول الله لقد خبأت فرسي في فصطات قريب يعني أصلا امهيئ نفسي مثل هذه اللحظة راح أخرج الفرس وارتقى على ظهر الفرس وفر وترك الحسين وآل الحسين للقتل والقتل أصاب هذا الرجل ما أصاب ما أصاب مع أنه وفق للقتال مع الحسين سلام الله شوف هنا الإصابة يكون الإنسان يقطع الشوط إلى آخرين هذا الرجل وصل باقي فقط خطوة واحدة هذه أربعة عوام يقول الإمام إذا اجتمعت يعني واحد منها ما يكفي اثنين منها ما تكفي ثلاثة منها ما تكفي إذا اجتمعت معا فهناك تمت السعادة يصل الإنسان إلى السعادة شوفوا أصحاب الحسين سلام الله هؤلاء خب الحسين اشترط اشترط منذ خروجه من مكة متوجها إلى العراق اشترط ألا ومن كان باذلا فينا مهجته موطنا على لقاء الله نفسه فليرحل معنا فإني راحل مصبحا إن شاء الله اشترط هذا الشرط إذن من التحق بالحسين يكون بايع هذه الحياة حتى يصل إلى المبدأ هذه أربعة عوامل بتحقيق النجاح أي نجاح الفتن نظر إلى غريب نقطة هنا مهمة جدا النجاح المقصود هو النجاح الدائم مو النجاح المنقطة مو النجاح المؤقت لأن أحيانا الإنسان ينجح لكن هذا النجاح مو نجاح مستمر نجاح مؤقت أضرب بعض الأمثل في شهر رمضان في مضمار العبادة والتهجد والذكر كثير من المؤمنين ينجحون شوف هذا المؤمن يوفق لقراءة القرآن في كل يوم وليل جز وبعضهم لا ثلاثة أزة وأكثر بعض يختم القرآن في شهر رمضان أكثر من ختم أليس هذا نجاح في مضمار قراءة القرآن نجاح كما هو لكن خلي ينتهي شهر رمضان ويدخل شهر شوال حتى آية واحدة اللهم إلا الآيات التي يقرأها في الصلاة خارج الصلاة حتى أي واحد ما يكلف نفسه أصلاً يفتح القرآن في شهر إذن هذا نجاح شنوه؟ نجاح مدائم هذا نجاح مؤقت أيام الحج شفنا بعض المؤمنين في أيام الحاج طول الليالي يستيقظ قبل أذان الفجر بساعة يصلي صلاة الليل يتهجد ثم يشارك في الصلاة جماعة لكن خلي يرجع إلى أهلي خلي يرجع إلى وطنه خلاصة وقت هذا نجاح مؤقت مو نجاح نحن حينما نتحدث عن النجاح نتحدث عن النجاح الدائم مو نجاح مو نجاح الضحاك ابن عبد الله المشرقي وفق للقتال مع الحسين سلام الله نجاح لكن نجاح مؤقت مو نجاح أصحاب الحسين سلام الله هؤلاء الصفواء هم الذين حققوا النجاح هذولا اللي حققوا النجاح بعض أصحاب الحسين كان كان مستبشرا بالالتحاق بالحسين منذ اللحظة الأولى من اللحظة الأولى التي سمع فيها بأن الحسين يريد الخروج من مكة متوجها إلى العراق حالا خرج خرج من البصر متوجها إلى مكة للقاء الحسين والتحق بالحسين وهو يضحك مستبش هؤلاء صفواء اختارها الله عز وجل اختارها الحسين لقاء الله وخرج الحسين سلام الله لكن شلون كان خروج الحسين خرج الحسين أولا من المدينة وصعب يخرج الحسين من المدينة يفارق قبر رسول الله يفارق قبر فاطمة عليها السلام صعب على الحسين لذلك يقول الرواد جاء أبو عبد الله إلى قبر جده رسول الله سقط على القبر رش القبر بدموع عيني الله يرحم الشيخ حسن الدمستان في ملحمته الرائعة الخالفة يصور هذا المشهد تصوير رائع جدا حسين سلام الله يقول لست أنساه طريدا عن جوار المصطفى لا إذن بالقبة النوراء يشكو أسفا قائلا يا جد رسم الصابر من قلبي عفا ببلاء أنقض الظاهر وأوهى المنكب ضمني عندك يا جدا في هذا الضريح علني يا جد من بلوى زماني أستريح ضاق بي يا جد من فرط الأسى كل فسيح فعسى طود الأسى يندك بين الدكة جد صفو العيش من بعدك بالإكدار شيب وأشاب الهم وراسي قبل أبان المشيب فعلى من داخل القبر بكاء ونحي ييب ونداء بافتجاع يا حبيبي ونداء بافتجاع يا حبيبي أنت يا ريحانة القلب حقيق بالبلاء إنما الدنيا أعدت لبلاء النباء لكن الماضي قليل بالذي قد أقبل فاتخذ ذرعين من حزم وصفر سابغ هل تتحمل أي الأبيات أو لا بني حسين ستذوق الموت ظلما ظاميا في كرب وستبقى في ثراها عثيرا منجدل وكأني بلئيم الأص شمر قد علاء يا الله هذا البيت صعب قراته هذا البيت جدا صعب على قلب المؤمن بعد يا رسول الله ماذا يجري قال وكأني بالأيام من بناتي تستغي سغبا تستعطف القام وقد عز المغي قد برى أجساده النظار والسير الحثي بينها السجاد في الأصفاد مغلول اليد هيا الحسين المحامح وأمر الحسين بإركاب النساء لكن بقت طفلة صغيرة للحسين الله أي فاطمة الصغرى تركها الحسين مع عمها محمد بن الحنفية طفلة صغيرة تشوف أهلها يريدون الرحيل ساعد الله قلبها التفتت إلى أباها يتقل أبو يا أبو يا أبو أخذوني ويايكم أخذوني بل أخذوني بعدكم يا أهلي أعمل عيوني أخذوني معايكم أسرج الخيل 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 وحط فراشكم لها ودلي أي وحط فراشكم لها ودلي يقال أنها طلبت عبد الله الرضية قالت أبا يا حسين أبا يا حسين أبا يا حسين أبا يا حسين اترك عبد الله الرضيع لأتسلى بي الله يحفظك يا علي الكران عند أبيات مجية جدا جاء بها أحد الأخوة الله أكبر أبيات جدا مجية يصور فيها تصوير رائع وخياله واسع يقول في يوم الرحيل حسين نزل عن صهوة حصان إنادي يا رباب الزوم عبد الله يجويان راحة للعلي لتصيح أمي يا ضوعيون يا عبد الله تعالوا يا أسليك وتسلي ما أقدر على فرقاك يبني الفرقة تشويني رفض عبد الله حضن أمي وكان صمت عنوان الله تقدمت زينب تقدمت زينب إلى عبد الله الرضيع يقولوا زينب لفتح شويا يا يا مهجة مهجتي وحشا أن العم يروح العين أن العم يروحي وين راحت ضحكت كوية مثل أمك أنا ربيت يا بني لونس تربا رادت تحمل العم وظل الطفل بمكان لفت أخت الحبيبة تصيح سكينة تقدمت لفت أخت الحبيبة تصيح يا عبد الله أني سكن تعالي تعالي بحجري مثل أول أسكت منك الون تعالوا يا للمظلوم انخفف كل حزن عن عبد الله ما رد جواب وردت عنها حزان الله افتح قلبك الآن وصلنا إلى الأبيات القاسية هاي الأبيات اللي تفطر القلب آجركم الله يقول من شاف الأخ به الحال الأكبر نزل عن مهرى واقسم عطفل بالمختار والكرار والزهرى وبالأطماء وبالأضلاع وبالمحسين وبالعصرة عبد الله صمة وحسين على تغجات نسوان بعد منه تقدم تقدم أبو الفضل تقدم العباس يقول نزل عباس عن مهرى يريد المشكلة يحل إنادي يا رضي أحسين أنا هالسفر كافل تعالوا لا تخاف عداك لو هجمت أجدل سكت عبد الله والعيل من موقف حيران سكت بعد عباس راح حسين متوجه لعند ابن وقرب ثغره الطاهير وهمس وهمس لطفل في إذن اقل عمك المحسين ان اترك يا ابني بالجن والزهر يا بعد الراح اكشافتك ولان اريدك يا ابني عبد الله تماثي المحسن ابن اموي اريدك يا ابني عبد الله تماثي المحسن ابن اموي وتتوسد على صدري ونفوق الترب مرمي بعد ما تدوس يا ابني الخيل جسمك بثرة وجسمي ودمك يقبل الباري ويغمر ناب رضوان هذا المقطع واسألكم الدعاء لكن هذا المقطع يحتاج رخصة من سيدي ومولاي صاحب العصر يا صاحب الزمان المعذرة على قراءة هذا المقطع يقل لجدك يا ابني وعدني بثلث سهم في عاش سهم سهم مثلث بنحراك يوقع والدم ومتفوق وسهم بعين أبو أبو فاضل يخليني بظهر مكسور أين المنادي وحسين جدك بثلث أسهم في عاشور سهم بثلث بنحراك يوقع والدم ومتفور وسهم بعين أبو فاضل يخليني بظهر مكسور وبو كبس هم مثل النار يوقع من على أحصان أين المنادي وحسين حسين 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 يا حسين حسين يا حسين 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 أريد أختم لكن أقرأ هذا المقطع أريد أختم لكن إن قدح في ذيني أن أقرأ هذا المقطع أظم الله وجورك يقل له وإذا ودك ذكر الإسلام يبقى يا بعد عمري لازم دمك ودمي على حر الثرى يجري وراسك ينقطع مثلي ويرضونك على صدري وراسي وراسك يروحون إلى الظالم بديوانه حسين يا حسين 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 أحسين بعدك لا هنى عيش ولا لذة مشاربها يا الله يا الله يا الله يا الله يا من لا يقال لغيره يا الله قبل الدعاء هناك دعوة لجمع تبرعات للمقبرة وما تقدم لأنفسكم من خير تجدوه عند الله محضرة جزاكم الله الفخير بسم الله الرحمن الرحيم أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء 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 ويكشف السوء يا أبا عبد الله يا حسين بن علي أيها الشهيد يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيان اللهم إنا نتوجه إليك بالحسين وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين بنيه أول مطلب أول دعاء اللهم عجل لوليك الفراج سهل له المخرج اجعلنا اللهم من عنصاره وأودائه والمجاهدين بين يديه وتحت لوائه وشرفنا بلقائه اللهم كن لوليك الحجة يا ابن الحسن صلواتك يا ابن الحسن وعليه وعلا في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك فرعا وتمتعه فيها طبيلا برحمتك يا رحم الراحمين اللهم أبلغه عنا أفضل السلام والتحية واردد علينا منه السلام اللهم وفقنا لمراضيك جنبنا معاصيك اجعل عواقب أمورنا خيرا اللهم ومن أراد الإسلام اللهم ومن أراد الإيمان وأهل الإيمان بسوء فأرده ومن كادهم فكده اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا سقيما إلا شفيته لا سيما مرضانا اللهم فرج عنهم فرجا عاجلا ألبسهم ثوب الصحة والعافية ولا أسيرا إلا فككته اللهم فك قيد أسرانا بجاه نبيك محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين اللهم إخواني الحاضرين والمؤسسين أخوات المستمعات من أوصاني بالدعاء تقبل اللهم اقضى حوائجهم يسر أمورهم وفقهم لما تحب وترضى وإلى أرواح موتاهم موت المؤمنين والمؤمنات لا سيما إلى أرواح الشهداء والعلماء وخدمة أبي عبد الله الإنسان نهدي للجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات نهدي للجميع ثواب الفاتحة